كشف مسؤولون حكوميون أفغان عن تسلل فرق اقتيالات وتجسس إيرانية إلى داخل صفوف الشرطة ودوائر الحكومة في المحافظات الأفغانية الغربية بقصد جمع المعلومات وشراء الدمم والتجنيد وحذر المسؤولون من تنامي دور طهران في الداخل الأفغاني عبر دعمها لبقايا طالبان بالمال وسلاح وغيرهما وكشفت مصادر عن تسهيلات تقدمها إيران أيضا لشبكات زراعة الأفيون التي تديرها طالبان الأمر الذي يساعدها على مواصلة نشاطها هذا إضافة إلى توفير المأوى لبعض قيادات الحركة داخل إيران نفسها هذا وربطت تقارير بين إيران وتصاعد الهجمات التي ينفذها فرع داعش في أفغانستان مؤخرا ينضم إلينا من دبي الخبير في الشؤون الأفغانية جمال إسماعيل أهلا بك سيد جمال الاسكاي نيوز عربية ما المصلحة التي تسعى لتحقيقها إيران من خلال دورها التخريبي في أفغانستان شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم أولا هناك مصلحة إيرانية بالنسبة لأفغانستان عداء التاريخي بين أفغانستان التي يهيمن عليها البشتون وإيران البشتون احتلوا مدينة أصفهان أكثر من مرة وأدبوا الحكومات الإيرانية المتعاكبة أكثر من مرة فهناك في الخلفية الذهنية والوجدان الإيراني خوف تاريخي من أفغانستان أن يهيمن عليها البشتون ثانيا مصلحة كبرى لاقتصادية لإيران من خلال إبكاء أفغانستان لغما متفجرا أو مضطربة أن تأتي التجارة عن طريق دول وسط آسيا إلى ميناء تشبهار الإيراني وإلى الأسواك الإيرانية وعبر الأسواك الإيرانية ثالثا منع وصول باكستان المنافسة التكليدي لإيران في المنطقة إلى وسط آسيا كل هذه العوامل تؤدي إلى تضافر الجهود الإيرانية لمنع استكرار أفغانستان والحيلولة دون وجود حكومة وحدة وطنية تمثل الشعب الأفغاني وتستكر بالبلاد أمنا واستكرارا تستخدم إيران بقايا حركة طالبان رغم الاختلاف الأيدلوجي الحاد بينهما وإيران أيضا هي التي ساعدت واشنطن عام 2001 للإطاحة بهذه الحركة كيف يقرأ ذلك؟ ليس تحالف إيران مع حركة طالبان كحركة وإنما هناك في قادة محليين منشكين وبعض المجموعات طردت أيام الملأ أخطر منصور الكواد السابق للطالبان طردت من صفوف حركة طالبان هذه المجموعات التي طردت أو فصلت استخدمتها المخابرات الإيرانية في الحرب في أفغانستان إضافة إلى أن ساومت الحكومة الإيرانية كيادة طالبان وحركة طالبان بأنه مستعدون لإعطاءكم السلاح وإعطاءكم أموال ومنذ عدة سنوات الحكومة الإيرانية تطالب حركة طالبان بفتح مكتب سياسي لها أيضا مماثل الذي في الدوحة في العاصمة الإيرانية طهران لكن حركة طالبان رفضت أن يفتح لها أي مكتب في إيران بالنسبة لتعاملها مع الكواد المنفصلين أو الجماعات المنشكة هي تستخدمهم كمخلب كتب بالنسبة لتنفيذ سياساتها وتتبرأ من أعمالهم وقت الضرورة بأنهم هؤلاء من طالبان وليس لنا أي علاقة بهم إذا تذكر يوم اغتيال أو التفجير الذي حدث في كوندهار قبل عام وأسبوعين واستهدف السفير الإماراتي والوفد الإيراناتي المرافق له في مدينة كوندهار في اليوم التالي اعتقلت شرطة مدينة هيرات ثلاثة من الإيرانيين الذين معهم مخططات للاغتيال في كوندهار وفي هيرات وفي غيرها من المدن لكن جاء أمر بالإفراج عنهم وطلب من الحكومة الإيرانية عبدالله عبدالله رئيس السلطة التنفيذية في كابل هو الذي أمر بإخلاء سبيلهم مباشرة وتكتمت الحكومة الأفغانية والحكومة الإيرانية على الخبر هذا يدفعني إلى سؤالك صور الأخرى للتوغل الإيراني كيف يمكن توصيف الأمر سيد جمال إلى أي درجة بالفعل إيران توغلت وأيضا دعمت ربما جماعات وتوغلت في مؤسسات حكومية في الداخل الأفغاني يكفي الإشارة إلى لواء فاطميون الذي جنده فيلك الكدس الإيراني بقيادة اللواء كاسم سليماني كوات فيلك الكدس حسب محمد محقق نائب رئيس حزب الوحدة الشيع الأفغاني أنه كتل من هذا اللواء فاطميون ألفين ومائة شخص من الذين تم تجنيدهم من الشيع الأفغان من معسكرات اللاجئين في الأراضي الإيرانية وفي أفغانستان خلال سنتين كتل منهم ألفين ومائة شخص هناك عشرات من الذين عادوا من سوريا ومن العراق من لواء فاطميون موجودين في أفغانستان إما أن يتعاونوا عن الاستخبارات الإيرانية ويكون باغتيالات أو عمليات عسكرية أو يتم اغتيالهم وتصفيتهم والإدعاء بأن الطالبان أو غيرها من الجماعات السنية هي التي تكف وراء اغتيالهم حتى يثيروا النعرى لدى الشيعة في أفغانستان هناك حسب مصادر شبه رسمية مسؤول في البرلمان أو عضو في البرلمان الأفغاني اسمه رحمان رحماني تحدث قبل عدة أسابيع قال أن معلومات وصلت إليه من عدة سفارات غربية في كابل تؤكد لديه أن الحكومة الإيرانية نقلت العشرات من مقاتلي داعش من شمال العراق ومن سوريا إلى مناطق عبر الأراضي الإيرانية إلى مناطق في أفغانستان في ولاية سيريبول وفي ولاية أخرى هناك مصادر أخرى أكدت لنا أن هناك مركز لمقاتلي داعش يتم استضافتهم فيه في مدينة زاهدان شرق إيران على الحدود مع أفغانستان وإيران ومن هناك يتم انطلاقهم إما إلى الأراضي الباكستانية أو إلى الأراضي الأفغانية للكيام بعمليات مسلحة وتفجيرات هنا وهناك أيضا تتساهل طهران ضمن التقارير تشير إلى أن هناك تساهل من طهران سيد جمال مع شبكات زراعة الأفيون الأفغانية وقنوات تصديره غير الشرعية إلى الخارج هل هو جزء من إبقاء أفغانستان خارج إطار الاستقرار أم أنه يعتبر مردود ما لإضافة للخزينة الإيرانية للأسف الشديد المافيا التي تدير هذه المخدرات في أفغانستان أو في غيرها ما فيها متعددة الأطراف ومتعددة الرؤوس وهم يلتكون على هدف واحد هو الربح المادة وعدم استقرار أفغانستان الكوات الأمريكية لها دخل لأنها هي التي سمحت أولا منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان بإعادة زراعة مناطق في جنوب أفغانستان وفي شركو أفغانستان بالأفيون وهي التي كانت تحمي هؤلاء الكادة السابقين الذين كانوا قبل طالبان أتت بهم وساعدتهم في إعادة الزراعة الكادة المحليون للحكومة الأفغانية كادة طالبان في مختلف المناطق التي يزرع فيها الأفيون مستفيدون كبار التجار الحرس الثوري الإيراني وهناك شبكة وعصابة دولية تمرر هذه الأمور حسب قول القائد في جنوب أفغانستان قال نحن لا تتكلم علينا الحكومة الإيرانية ولا شيء لأن الأفيون أو الهيروين الذي نصدره نصدره إلى تركيا بشاحنات تابعة للحرس الثوري الإيراني وعندنا أدلة على ذلك هم مستفيدون ماديا ويتحكموا من ناحية أموال يستفيدوا من ناحية معرفة أسماء وشخصيات وكيادات يعرفوا من خلال هذه الشبكة ويكون هناك تعاون وتهريب يمكن عن طريق هذه الشبكة التهريب أيضا يهربوا أشياء أخرى وأشخاص آخرين من دولة إلى دولة مع هؤلاء المهربين أيضا هناك حديث عن وجود تعاون إيراني داعشي على الأراضي الأفغانية خاصة ما يطلق عليه لواء ولاية خرسان في عدد أيضا من الهجمات ما العوامل التي قد تجعل أيضا إيران تدعم طرف هناك اختلاف أيضا أيديولوجي في أيضا سيد جمال في صيف 2016 تبنى هذا التنظيم هجوما ضد مناطق شيعية كيف يمكن أن يفسر الأمر نعم تبنى عدة عمليات سواء على مسيرات في كابل أو على حسينيات في كابل وفي غيرها من المناطق التي تواجد فيها أفراد الطائفة الشيعية في أفغانستان هذه العمليات ظاهريا هي ضد الشيعة وهي ضد فكر إيران عمليا إيران والشيعة في أفغانستان يستفيدون هنا بالقول لأن هؤلاء الوهابيين التكفيريين الدعشيين أو كما تسميهم إيران هؤلاء هم ضد الشيعة وكذا يجب عليكم يا أفراد الشيعة أن تتبعوا فيلك الكدس ويتم تجنيدكم من خلال فاطميون الذي يديره فيلك الكدس في طهران فلذلك تستحثهم بتخويفهم ترغيبا وترهيبا إما أن تأتوا برغبتكم أو تأتوا بالترهيب لأنه إن لم تأتوا سيتم استئصاركم وسيتم استهدافكم من قبل داعش وغيرها من التنميمات أشكرك إذن جمال إسماعيل الخبير في الشؤون الأفغانية كنت معنا من دبي شكرا جزيلا لك